ويبدو إن رسالة سميح سويرس للسيسي ونظامه وجعتهم قوي وبينت إزاي إن السيسي فاشل ودى البلد في داهية عشان كده قامت كلاب السيسي الضالة وفتحوا النار على سميح سويرس وكان طبعا أولهم رأس الحربة مصطفى بكري اللي سن ألمه وفتح النار على سويرس أو على سميح وعلى عيلة سويرس كلها بيسأل بيقول بيقول كده سؤالي فقط للمعندس سميح لقد كان لك نصيب من المشاركة في المشروعات القومية الكوبرا 75 مليار جنيه في 7 سنوات كنت أتتمنى أن تترفع عن لغة الإثارة في وقت تواجه فيه البلاد تحديات خطيرة ولكن للأسف لقد حققتم المليارات من الدولارات في مصر ولكن يبدو أن النكران الجميل أصبح يا ولد يا ولد يا ولد يا بكري أصبح سمة هذه الأيام لديكم آلة سويرة الصروة تقترب من العشرة مليار دولار هل تستطيع أن تقول لي كم مليار منها في مصر للأسف ولا مليار تم هو اسأل نفسك أنت يا مصطفى ليه 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 ما فيش ولا مليار من أسرة سويرة سجوه مصر ما تسأل نفسك أما البازا فندي اللي هو الجناح الأيصر للسيسي طلع هو كمان فرش الملاية لساميح سويرس وقال له بقى على طريقة أن دي خطبة وطنية وأنه بينشروا الإحباط وأنه بيجامل الدول اللي عايز يستثمر فيها على حساب مصر نشوف ده بقى صوت وصورة التصريحات الحقيقة بالنسبة لي بتقول أنه ساميح سويرس ارتكب خطيئة وطنية خطيئة وطنية تقول لي هو رجل أعمال وأهم حاجة عند رجل الأعمال فلوسه أقولك فلوسه دي وفلوس عيلته عملوها في مصر هنا واستفادوا استفادوا من القانون ومن الخروج على القانون استفادوا بكل الأشكال في تكوين هذه السروة الضخمة جدا عند عيلة سويرس بتخليني أتشكك والله في علاقة ساميح سويرس وهذه الأسرة في علاقتهم بالبلد لا أخون حد ولا أقول أنهم مش عارف إيه ولكن على الأقل يعني زي ما كانوا بيقولك الدين عقلك الدين عقلك تخرج في الآن في هذا الوضع الاقتصاد اللي مصر بتواجهه وتقول هذا الكلام فأنا معتقدش أنه ده كلام وراه حسنينية أو وراه رغبة في الإصلاع وبعدين يا جماعة المشكلة عايز تروح تستثمر في السعودية تستثمر في الإمارات تستثمر في قطر تستثمر في تركيا وعايز تقول كلمتين حلوين للدول دي عشان يعني تبقى إيه بتزبط أمورك معاهم بلاش الكلمتين الحلوين اللي أنت عايز تقولهم يجوا على حساب مصر هي دي الأزمة بالنسبة لي طول الوقت معلش يا علي هو لما حينى ورمى كلمة كده في النص معلش تخذت بالك منها يا علي ولا أنا عارك أنك مخذتش بالك منها يا علي أنك أنت عملت أدور في المواقع الإخبارية عن أي حاجة خاصة بالماتش بس تركز كده في أول كلام وقال لي يا علي قال جمع سروته بطرق قانونية وغير قانونية نلعب كده أول فيديو علي الله خليك بتقول إنه سميح سميروس ارتكب خطيئة وطنية خطيئة وطنية بتقول لي هو رجل أعمال وأهم حاجة عند رجل الأعمال فلوسه أقولك فلوسه دي وفلوس عيلته عملوها في مصر هنا واستفادوا استفادوا من القانون ومن الخروج على القانون بس كيف هيستفيد رجل أعمال من الخروج على القانون هنا السؤال يا علي رجل أعمال يا علي بيستفيد من الخروج على القانون عن طريق التهرب الضريبي طيب ولما أنتوا عارفين أنه هو عيلة سويرس بتهرب من الدرائب أنت اللي بتقول ما مسكتهش ليه ليه سايبينه من 2013 لحد الوقت ما نجيب دا كان عليه مش عارف كم مليار أي من رئيس مرسي بعد صورة يناير وكان عليه أنه يدفع الضريب دي ولما جاء السيسي شال من عليه الضريب فأنت بتقول أنه جمع فلوسه بطرق بالقانون وبالخروج عن القانون طيب قالكم عشر سنين مسكين البلد ممسكتوش لعيلة سويرس لو عليها أي حاجة خارج عن القانون على أي حال الدكتور ماجد عبيد وقاله أستاذ في هندسة إنشامس في حاجة اسمع إدارة المخاطر المالية واجه التحية لسميح سويرس على شان القادم أسوأ من اللي تكلم عنه بكتير وكتب وقال نشوف الراجل كل التقدير والاحترام لسميح سويرس لقوله الحقيقة ولم يتملق مستر كثيرين شوفوا كم حاجة حصلت اليوم انسحاب إكستر من مصر تقرير البي او اي اللي بيقول بيع الأصول مش كفاية ولسه القادم أسوأ ما لم نعترب بالكارثة ونبدأ فورا في العلاج عن طريق المتخصصين كفايا عك إذا كان سميح سويرس بيتجه للسعودية فده يؤكد أن الوضع الاقتصادي في مصر فيه خطر وإلا ما كانتش كل السنديق العربية اللي بتستثمر في مصر بتنسحب بشكل جماعي مش أنا اللي بقول ولا قناة مكملين ده موقع اسمه Arabian Business بيقول انسحاب سنديق الاستثمار أو سنديق عربية من مصر ده التلوثاء 2 مايو آآه 2023 انسحاب سنديق عربية من مصر